بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا دكتور احمد عطياد داشان رئيس الجامعية الطبية العمومية للتغذية العلاجية النهاردة يا جماعة جاينا نتكلم معاكم عن مشكلة الديدان في الامعاء ناس كتيرة جدا ان تجي للعيادة دكتور ابني ما بيقولش ابني ما بيعودش على الاكل ابني مش باين عليه كل الاطفال اللي في نفسه عمره جسمهم كده كويس وهم ربرابين وصحيتهم كويسة لكن انا ابني صحيته مش كويسة ما يعرفش ايه السبب علشان كده جاينا نتكلم معاكم بشكل مفصل عن كل ما يخص تشخيص الديدان عند الاطفال وكل ما يخص علاج الديدان عند الاطفال لكن هنتكلم عن اشهر الشكاوى شيوعا عندنا في الوزيادات لكن بعد الفاصل اتاى اقول ان طفلي عنده دیدان العراض او الشكاوى الاكثر شيوعا في الوزيادات تقول لي يا دكتور ابني عنده اسهال عنده دم في البراز عنده هرش مستمر عنده فتحة الشرك عنده مغس مستمر عنده سيلان في اللعاب عنده تعانية عنده أنيميا كلها هي ديت بشكل ما بدأ يقدرنا شخص نوع عنده ديدان نتيجة وجود هذه الأعراض نبدأ بقى نتكلم بشكل مباشر عن العلاج طب يا دكتور هنعالج إزاي؟ لازم نعرف نوع ديدان اللي موجودة إيه لكن النهاردة هنتكلم معاكم عن أشهر نوعين طبعا بنعمل فحص البراز علشان نتأكد إيه النوع اللي موجود عنده بالزبط وبناء على النوع اللي موجود عنده نقدر نكرر إيه الدواء الأنسب للطفل نفسه يبقى أول حاجة بنعمل فحص البراز وجدنا هذه الأعراض موجودة بنعمل فحص البراز علشان نشوف إيه النوع اللي موجودة عندنا وبناء على النوع بندوله الدواء الأنسب ليه كده كويس لحد هنا كده كويس تعالنا نتكلم بقى معاكم عن أشهر نوعين بتقابلنا في العيادات النوع الأول اللي هو الأميبة ما نيجي نتكلم عن الأميبة نتكلم عن العلاج بتاعها عملنا التشخيص بتاعنا من خلال فحص البراز بتاعنا وجدنا أن بالفعل الطفل عنده أميبة طب ايه هو الدواء الأنسب اللي احنا بندهوله في حالة الأميبة في حالة الأميبة بنده حاجة اسمها المترونيدازول طب يا دكتور الجرعة بتاعته بتكون الجرعة بتاعته بتبقى بالضبط بتبقى 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم لطفل المدك أسبوع بشكل بسيط علشان الناس ما تطلق بطش احنا دلوقتي عندنا طفل 10 كيلو جرام وخلاص تأكدنا اللي هو عنده أميبة من خلال فحص البراز اللي احنا عملناه يبقى ديله 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام لهو عنده 10 كيلو جرام من وزنه يبقى بنضرب 50 في 10 يطلع لنا 500 ميلي جرام يبقى احتياجه اليوم من مترونيدازول 500 ميلي جرام يوميا الديدان الدبوسية اما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية بنقول لو احنا وجدنا في الفحص البراز بتاعنا ان هو عنده ديدان دبوسية نقدر نقول ان احنا بناخد مادة فعالة اسمها البندازول المادة الفعالة دي بناخد منها تركيز 200 ده بناخد قرصين مرة واحدة في الاسبوع قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع ده بشكل بسيط قوي نتكلم معكم عن اشهر نوعين بنقابلهم في العيادة زي الاميبة قلنا لو فيه اميبة بندي المادة الفعالة اسمها المترونيدازول بندي 50 ميلي جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم لكل يوم لمدة اسبوع واحد فقط اما بالنسبة لو طلع عندنا ديدان دبوسية بندي مادة اسمها البندازول البندازول دي بناخد قرصين مرة واحدة اسبوعيا لمدة 3 اسابيع وبكده نكون خلصنا الحلقة بتاعتنا النهار كان فيها معلومات قيمة جدا يلا بقى دلوقتي نكتب النوعين على الصبورة ونكتب المواد الفعالة بتاعتنا ونكتب ازاي نحسبها بس على الصبورة وبعدين نختم الحلقة بتاعتنا بس قبل ما نختم الحلقة بتاعتنا عايز كل الناس ننزل دلوقتي حالا في معلومات قيمة في هذا الفيديو نعطيكم اسرار المهنة ما دمنا نعطيكم اسرار المهنة انزلوا دلوقتي حالا نعملوا لايك شاركوا الفيديو فدال على الخير كفاعله شكرا لكم كان معاكم دكتور احمد عطية الدهشان رئيس الجماعية الطبية العمومية للتغذية الالاجية دمتم بصحة وعافية اول حاجة جماعة تكلمنا فيها النهاردة تكلمنا عن الاميبة قلنا في حالة الاميبة هنكتب حاجة اسمها مادة فعالة اسمها الميترونيدازول الميترونيدازول ده عبارة عن اقراص وبننبه ان الميترونيدازول بنقول الاطفال فوق الست سنوات وبالنسبة للاركت لكن من اشهر الحاجات اللي موجودة في حاجة اسمها الفلاجيل في الاجيل ده منه تركيزات مثلا فيه تلو خمسمية ده تابلت احنا قلنا الجرعة بتاعتنا بتبقى ازاي زي ما احنا كاتبين هنا هو الجرعة بتاعتنا بتبقى خمسين ميلي جرام لكل كيلو جرام لكل يوم يعني لو الطفل مثلا عشرين كيلو يعني بنضرب عشرين في اللي هو احنا قلنا هو الوزن بتاعه عشرين بنضربه في الخمسين ميلي يبقى احتياجنا يعني ده لو الفلاجيل ده او الميترونيدازول ده تركيزه خمسمية يبقى الطفل محتاج ياخد ارسين يوميا طفل مثلا عشر كيلو يبقى بنضرب عشر في خمسين بدينا خمسمية يبقى احتياجه يوميا طب لمدة الدي لمدة اسبوع واحد فقط نقدر نستطيع نتخلص من الاميبة اللي موجودة في الامعاء بتاعت الدبوسي اما نيجي نتكلم عن الديدان الدبوسية اقولها بندي المادة الفعالة اسمها البندازول البندازول بشكل بسيط ده بناخد ارسين مرة واحدة اسبوعيا لمدة تلات اسابيع يعني كل اسبوع بناخد ارسين كده يا جماعة بشكل بسيط اتكلمنا عن رشدة بتاعتنا بشكل تام